النمسا تتوج بلقب أكثر دول أوروبا ودية للمرة الأولى وإذا كان الخبر نفسه جواه تناخد يعني المجلة أو مجلة السفر الدولية حطت النمسا على أولى القائمة وكانت بتطلع دايما من أيرلندا أيرلندا جات في المركز الثاني كرواتيا في المركز الثالث وإن كان هناك يعني من الموجودين المحليين بيقولوا لا بالعكس المواطنين أنهم يساويين أحيانا بتعاملوا بعملية من الجفاء مع الموجودين هنا مش بالود زي ما الخبر بيقول صحيح 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 يعني بصراحة هذا الخبر جيد جدا يعني مبدئيا أنه بيحاول يعطي صورة جيدة للنمسا بناء على دراسة مجلة كهد ناس الترميل ومتفاوقة بذلك على إيرلندا فممكن أنه فعاليا صار فيه يعني مع أنه كتير ناس يعني حلما نزلنا الخبر هذا على الموقع يعني كتير ناس ألتلك لا هذا الكلام مو صحيح والنمسا يعني سيئة جدا عرفتها ليشلون وبصراحة يعني ما في شيء أنه لا أنه بيدل على أنه النمسا فعاليا دولة ودية وكذا كتير ناس امتعدت يعني واستغربت من هذا من هذا التقييم التقييم بصراحة أنا راح حاول إني لو قدرت إني أوصل للخبر لما نشرناه استعرض جزء هيك بسيط يعني من بعض التعليقات بصراحة فاكتار اللي بقولولك أنه لا هذا الكلام مو صحيح أيوة لي كل خبر أيوة شوف يعني عليه عليه تعليقات بصراحة بشكل كتير كبير زواني شوي أيوة أيوة زواني شوي بس أيوة تماما أعطينا أعطينا بالله الشاشة ياستاذ بعد العشة حبتين تحت اللسان وغلسوا على الموضوع مستحيل شو هالكذبة إذا النمسا أخذت المركز الأول معناته كله منصور أكثر من بعض لا ودية عم يضحكوا مستحيل النمسا ودية والله هذا من مضحكات الكون لسه ما إيجا أول نيسان طولوا بالكون على كذبة نيسان ودية حطلها بين قوسين من أين يعني بصراحة طول ما حدا مسدق الخبر يعني يا بس القراء دي قراء المجال المجالة السفر الدولية خاصة المنز مكتب الفقر منتشر والجريمة والقتل طب إزاي في شي غلط أبو عبدو زفير شو هدا إحنا وين يعني فما حدا قادر يستوعب أنه هذا الخبر فأنا مبعرف يعني أنه ليش الناس أنه أخذ صورة سيئة لهالدرجة يعني لربما خلينا نقول في طريقة وفي آلية للتواصل مع الشعب النمساوي أنه فعلا يبين أنه هو فعليا ودي في مجاله حاليا يبدو هن وديين مثل ما تفضلت مع السياح مع السياح للدول بيدفعوا فلوس والمهاجرين بيدفعوا فلوس فيمكن يكون هذا الموضوع التناقض